اشتركوا في القناة 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 تغيرات اللي بتحصل في الجين انكتفيتينج ميوتاشن معناها ان بتنتج لي انزايم او بروتين او بروتين وفيه استيمولياتينج ميوتاشن تعمل لي بروتين او انزايم بيعمل فونكشن اعلى من المعتاد موجودة في بعض الحالات اللي عندي هنا انكتفيتينج ميوتاشن يعني اللي اذا نحيبقى فيه ديفكتف فونكشن للبروتين اللي حصل ميوتاشن في الجين المسؤول عنه اللي اسمه CYB27B1 مش محتاج تحفظ ده لكن الفكرة لازم تكون معروفة ان فيه ميوتاشن في الجين بيحصل ديفكتف فونكشن او ديفكتف فونكشن الريزالتينج انزايم اللي هو هنا بيحول لي ايدروكسي بيتامين دي لون توينتفايف داي ايدروكسي بيتامين دي ناتج ده ايه ناتج ده ان الفيتامين دي مش هحصل له اكتيفاشن مش هيضه ليعمل الفونكشن بتاعته كأنه عندي بس المشكلة طبعا هنا مختلفة عن الفيتامين دي عندي طيب 2 من الفيتامين دي ريزيستان تليكتس عبر عن ايه caused by inactivating mutation which impair its ability to activate نفس المسألة inactivating mutation في ميوتاشن حصلت في الجين البروتين produce زينا في الحالة دي عبارة عن الريسبتور اللي بيشتغل عليها البيتامين دي بالتالي الريسبتور ده مش هعد الفونكشن بتاعته وبالتالي البيتامين دي موجود الريسبتور موجود بس نوت فونكشن وبالتالي كأنه عندي البيتامين دي ديفيشنس هي نفس الأفكت ده بالنسبة للطيب 2 الاتنين دول بالنسبة للريديتوري سكوينس أو بترني بتاعهم الانفستيغشنز اللي انا هعملها في الحالة دي عبارة عن اه في الطيب 1 اه بلاقي ان موجود الاتشينجز بتاعته الريكتس المعتادة لكن هلاقي الليبل اوف توينتي فايف فيتامين دي ار نورمال والوان توينتي فايف ضايا دروكسي فيتامين دي از لو محتاجة فرع هنا الوان توينتي فايف هي دروكسي فيتامين دي ده ال الريدي فورميل بايزا ليفر بالي نورمال طبيعي لكن الوان توينتي فايف ضايا هيدروكسي فيتامين دي ده هيكون منقفض لان ما حصلوش اكتيفيشن في الكيدني النوع التاني في طيب 2 اه فيتامين دي ريزيستان تريكتس بلاقي ان الوان توينتي فايف اه هيدروكسي فيتامين دي ريزد والبتي اتش ريزد ليه هنا ريزد احنا قلنا ان هنا في defective function of the receptor وفي قاعدة عندنا ديما منقول ان لما يحصل على مستوى receptor اللي هي بتشتغل عليه المادة اللي هتشتغل عليه اللي هي في الحالة دي وان توينتي فايف فيتامين دي يرتفع الليبل بتاعها على الانس بتحول ان هي اوبركامل ريزيستانس فحلاقي الاكتيفي فيتامين دي مرتفع حلاقي البيتي اتش لان نفس الموقف الريسيبتور نوت ريسبوندنج وبالتالي هيبتدي يبدأ يحصل هايبوكالسيميا ويبتدي احصل السيمولوشن للبيتي اتش يبقى الاكتيفي فيتامين دي هنا هيبقى ريزد بعكس اللي ما حصل في الطايب وان وهيبقى البيتي اتش ريزد معا الدياجنوزز كان بيكون فيرميد طبعا بايجينيتيك تيستنج عشان احدد الموكتيشن الموجودة دي ده مثال لحالة المريض عنده طايب تو اللي هو الريسيبتور طايب بالبيتامين دي ريزيستان تريكتس شوينج اه ظاهرة اللي بقولوا على الجينيو بالجام بتميل الركب تتمسل مع بعضها مع طبعا انحناء للداخل ومعهم ظاهرة تانية الالوبيشيات وتاليس مقدان للشعر بالكامل وده يديك لمحا الافكتو فيتامين دي نوت جاست على البون الافكت انجل هير كمان طيب بالنسبة للمانجمنتين حيختلف على حسب الطيب لو انا بتعمل مع طيب وان فيتامين دي ريزيستان تريكتس اللي فيها مشكلة او تحويل الفيتامين دي للاكتوفورب يبقى الحل ان انا ادي اكتف فيتامين دي يبقى انا بدي سبلامينت من الاكتف فيتامين دي سواء على شكل وان الفا ايدروكس فيتامين دي الدوز بتاعته من واحد الاتنين ميكرو جرام دي او اه اه الدوز بتاعته من بونت تو فايف ميكرو جرام دي يبقى ايما بدي الاولاني اللي معروف باسمه وان الفا اللي اكتفيت ده عند المشكلة فيه في الكدني او بدي اللي هو اكتفيتد في الموقعين اللي هو الوان توينتي فايف ده يدروكسي كالسيفرول اه ما بحتاجش هنا لكالسام سبلامينت اللي ازا كان في بالنسبة للطايب تو الطايب تو انا عندي الاكتف فيتامين دي نورمل لكن فيه موجودة في فاحيان ممكن يدي بارشال اسبونس لفيرا هايدوزيس من الاكتف فيتامين دي وبحتاج اعمل سبلامنت للكالسام والفوسفيت معه من شوية قلنا انفستيكيشن بيبقى فيها ايفن الاكتف فيتامين دي في البودي اريزد بحاول ارفعه اكتر بدوزيس على امل ان هي اوبركامل رزيسسنس اللي هي على مستوى الريسيبتور النوع الثاني من كوزيس اللي هو الهيريديتاري هايبوفوسفاتيمي كريكتس انا قبل كده في الجوز الاول من المحاضرة قلنا ان عشان يحصل منيراليزيشن للبون لازم يكون فيها عندي كالسام وفوسفيت ادكويت ليفل هنا في حالات الهايبوفوسفاتيمي تعرفها ايه اه كوز باي انهارت الدفكت في الرينال تويبلر فوسفيت ري ابزوربشن بيحصل رينال لص بسبب جينياتيك كوز اه المست كومون كوز اكسلينكد هايبوفوسفاتيمي كريكتس في منه عنواع تاني غير ممكن تكون اوتوصومال دومنانت ممكن تكون اوتوصومال ريسسوف دخلنا هنا لعامل مهم جدا هنحتاج نتكلم عنه عشان نفهم ليه بيحصل هايبوفوسفاتيمي ده جزء من الفيسولوجي اللي بيحكم الفوسفيت ليبل اه الفاكتور ده بيقول عليه فايبرو بلاست جروس فاكتور 23 ايه تعريفه او ايه حكايته بالضبط اه اه احنا فاكرين نتكلمنا على الاستوصايز لما كنا بنتكلم على البونري موضلين اللي هي مسؤولة عن الاستوصايز بتعمله السيكريشن للفاكتور ده اللي هو فايبرو بلاست جروس فاكتور 23 ايه وظيفك؟ في وظيف معينة سابريسنج الفوسفيت رينال ري ابزوربشن بيمنع الابزوربشن او فوسفيت من الكيدني وبالتالي حيزود الاكسكريشن وزيورين سابريسنج الفايتامين دي هورمون رينال سينسوس الحاصل بتاعه في النهاية بيكون عبارة عن هايب فوسفيتيميا وديفشنسي للفايتامين دي او بالتحديد الاكتب فيتامين دي اه ده هنا بيشترح الايففت بتاع الفايبرولاست جروس فاكتور 23 بنختصر اه بالنسبة للفايتامين دي بيمنع الاكتب فيشن بتاعته بالنسبة للكيدني بيزود الاكسكريشن والاكتصوم الرسيسيب في الثلاث نواع دول there is elevation in the FGF 23 أو الفيبروكلاستي growth factor 23 resulting in osteomalacia and directs by using fosfaturia and the by upregulation of the sodium dependent fosfate transporter in the renal tubule by inhibiting conversion of vitamin D ال125 hydroxyvitamin D ال125 dihydroxyvitamin D which internally causes to reduce the calcium endorphous fatal absorption from the gut محصلة يبقى في الاشياء المشترك في كل حالات الhypofosfetemia crickets ان FGF 23 عالي عالي ليه بسبب genetic mutation الحاصد بتاع الارتفاع بتاع ذا او الناتج منه هبارة عن hypofosfetemia و hypocalcemia والاثنين دول حياتهم منهم ريكتس ال presentation عبارة عن ايه symptoms of rickets during childhood which do not respond to vitamin D seropine في الادلت hypofosfetemic crickets may be accommodated by dental abscess و bone and joint pain لانه بصحبوا حاجة بيقول عليها انسسي انسسيوباسي ده الانسيسس ده عبارة عن connective tissue between bone and tendon or ligament حيبقى بي joint pain و bone pain الانفتيغيشنز في الحالة دي بلاقي ليه المميز حيبقى له سيران الفوسفيت level اه و level FGF23 are markedly elevated that causing factor هنا causal mutation can be identified طبعا by genetic testing serum level of vitamin D are normal and BTH is normal or elevated لما يبتدي يؤثر على البون طبعا لما قول vitamin D اقصد بها ايه اقصد بها ال in active form vitamin D لان لو still one 25 ده يدرك لي calcifer wall active form على ايه له لان ده الفكتور اللي هو FGF23 طب treatment هنا عبارة عن ايه the aim of treatment بحاول هنا ameliorated symptoms آآ restore normal gross maintainer phosphate level and reference range يعني اساسها المشكلة فيها هايبوفيسفاتيميا treatment بقسمها النوعين traditional treatment او التقليدية اللي كنا بتوع بنستعملها دايما بعمل بدي فوسفيت من one two four gram daily حاجة تانية بدي آآ الفة كالسي دول الوان الفة من واحد لاثنين مايكروغرام daily لانه قلنا حيصحبه low active vitamin D او الكالسيو تريول اللي هو ال one twenty five ده هي كالسي فيرول آآ من نص الواحد ونص مايكروغرام daily برموت طبعا ال ال اتنين دول اللي هو الالفة كالسي دول او الكالسي تريول برموت ال انتساينال كالسيوم and phosphate absorption وبحاول هنا maintaining سيرم فوسفيت within the normal range وأفويد الهايبر كالسيميا طبعا اللي قال مين side effect للاكتف فيتامين دي آآ البديل التاني للترديشنال تريتمن ده هو واحد من المنوكلونال انتبودي اللي اسمه بيوروسوماب بيوروسوماب ده عبارة عن بقولوا عليه نيترالايزنج انتبودي انه بيعادل تأثير ال FGF 23 بيعمل كومبينيشن معها وبالتالي يمنع الأفكت بتاعها which reversal biochemical abnormalities in hereditary hypophysiotymic crickets currently licensed للتريتمنت of the excellent hypophysiotymic crickets and children الأفكت بتاعها superior to traditional treatment لو استعملناها فالأدلت بتعمل برضو الhypophysiotymia لأن neutralizing الأفكت بتاع FGF 23 النوع اللي بعد كده حنتكلم عليه من الاستيوماليشيا اللي بقون عليه التيومر induced استيوماليشيا عبارة عن أو رير سندروم قد by over production of FGF 23 by mesenchymal تيومر الحالة دي اللي تكلمنا FGF 23 وأن فيه بيخلي زيد level بتاعه هنا في الحالة دي بيحصل له production من التيومر نفسه في الحالة دي حيبقى في الحالة دي حيبقى المنخفض بالحالة دي المنجمنت هيبقى Fosophy supplement اللي هو traditional treatment ومعها اكتب فيتامين دي متابولايت طبعا الكيوراتف هنا إنه عمل ريزيكشن للتيومر طبعا مشكلتنا هنا الاندرينج تيومر can be difficult to find بحتاج screening اه whole body MRI او CT اه وصوماتوستاتين او جاليوم اه سنتيجرافي عشان احدد التيومر لو كان affected بالمودرين النوع الأخير رح نكلم عنه من أسباب الوسطو ماليشيا اللي هو الهايبوفوسفاتيزيا الهايبوفوسفاتيزيا دي غير الهايبوفوسفاتيميا أنا بكلم عن مشكلة في الالكالاين فوسفاتيز فاكرين الهايبوفوسفاتيز لما قلنا فيه two types types related الباي والتاني مسؤول عن البون mineralization اه هنا الهايبوفوسفاتيزيا بيكون عندي genetic effect the autosomal recitative disorder caused by loss of function mutation في الجين اللي اسمه TNALP طبعا اللي بي من الهايبوفوسفاتيز اه TNALP الجين resulting in accumulation of pyrophosphate and mineralization اه typical presentation severe interactable records during infancy sometimes association with seizures ممكن يحصل معها convulsions الinvestigation بالحالة دي هتصبح low or undetectable level of serum ALP but normal level of calcium phosphate vitamin D metabolize يبقى هتبقى المين problem او الانلي problem له ALP اه اليورين اكسكريشان او بايريدوكسين اه 5 phosphate وال phosphate alpha decorative بعمل بعمل فيه فبجيب جينيتكالي ريكمبنانت ALP اه بعمل بعمل الحالات اللي يمكن تكون هتروزايجوس كارير او ميوتيشن في كان مش بقى في طبعا الهوموزايجوس لو كان هتروزايجوس هيبقى طبعا الدفكت اقل وبالتالي كان present an adult wood with osteoporosis وفراكشا وطبعا لو ALP البستمود of treatment للحالة ديات هيبقى لسه غير محددة اللي هيستعمل فيه الربلسم انتصار به اللي هو الاسفوتيز الفا او لا ده لسه لم يحدد بعد اه ده بيختم ناشيتنا للجزء التاني من الكلام عن الوسطي وماليشيا والريكتز اه ارجو ان الشرح يكون واضح لو في اي اسئلة برجاء تركها في اه كومنت اه اذا وجدت المحاضرة كانت مفيدة لك ما تنساش تعمل شيرنج لزملاء اخرين اه وتعمل لايكنج للمحاضرة بساعدنا في انتشارها ليه الجميع اللي تعمل فيها ان شاء الله اه اذا كنت ما اشتركتش في القناة للوقت الحالي بتنساش انك متشترك اه وتفعل زياد الجرس بتوصلك ان شاء الله اه تنبيهات لكل المحاضرات القادمة اه شكر اهتمامكم ارجو ان اشوفكم على خير في المحاضرات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة